ليس مطلوبا من أستاذ اللغة العربية أن يحفظ كل شعر ولا أن يعرف كل نص ولا أن يكون موسوعة متنقلة لكن الأستاذ الذي كتب هذه الفقرة كان شديد الثقة بنفسه من قرأ ما كتب سمعته ولم أأبه لكلامه طالب يجلس مع زميلته في الباحة سمعته يقول لها وكنت أسير على مقربة هذا الأستاذ يسير كالطاوس سمعته ومضيت لم أحقد عليه ولما لا أكون معتدا بنفسي ومما أخشى ألا يسمونني طالبتي سيد البحرين وبالطبع لا أقصد تلك البلد بل هما بحري الشعر والنثر أبدأ محاضرتي دائما ببيت المتنبي أنام من أجفني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم نعم أنا أغض الطرف عن كل إساءة فليعلم القاسي والداني أنا للخطيب المفوه والشاعر المفلق مر أسبوع ودخلت قاعة المحاضرة وفي الصف الثاني كان يجلس ذلك الطالب لا أحقد عليه ولكن يجب كسر غروره أذى لمصلحته بالطبع ألقيت بيتي المفضل فرأيته يهنسني زميلتي نفسها هي لك من طالب فاشل وأصبح لديك صاحبة يا ولد ورأيته قد بدأ خط على ورقة شيئا يغتابني أثناء محاضرتي ما أقبح الغيبة بعد انتهاي المحاضرة استوقفته طلبت تلك الورقة فجمجم وتمتم ثم أخرجها من جيبه قرأت عليها البيت عينه وتحته تقطيع العروض وبجانب التقطيع كلمة مكسور وضعت الورقة في جيبي وصرفته في بيتي تصفحت البيت تفحصته على الإنترنت ولم أجد نفسي كسرت ولا جبرت وفي المحاضرة المقبلة تليت البيت نفسه وبصوت جهوري وبنبرة تحدي واضحة وبعد انتهاء استدعيت ذلك الولد ووبخته وكانت سعادتي كبيرة عندما أقر بأنه أخطأ ليس أول من زعم أنني أقرأ البيت خطأا لكنهم جميعا من أدعياء الأدب فأما هذا الشاب فهو مؤدب وقد أقر بالخطأ وكان طول السنة نعم الطالب المجتهد منحته درجة ممتازة أحد الطلب في السنة الماضية اعترضني وقال المتنبي يقول أنا مملأ جفوني وليس جفني ووقع ردي عليه وقع الصاعقة قلت له أرني جفونك فأشار إلى عينيه فعددت واحد اثنان وقلت له أهذاني جفنين أم جفون فبهد الذي كفر عندما ألفت كتابا عن الشير والنثر انتقدني بضع نقاد لا قيمة لرأيهم ولكن تلميذي النجيب كتب مقالة في موقع جامعي امتدح فيها الكتاب ومما قاله كتاب لم يخط المؤلف فيه كلمة واحدة فهو منقول بالحذافير عن كبار الكتاب وهذا هو التأليف الحقيقي إنه توليف متقن لنصوص شتى أنا أعتز بهذا التلميذ كل الاعتزاز انتهت الفكرة التي كتبها صاحبنا الدكتور وبالمناسبة هو تعب حتى حصل على شهادة الدكتور فقد اشتغل سائق تاكسي سنة كاملة ودفع ثلاثة آلاف دولار لمن كتب له رسالة الدكتور نلقي نظرة على تلك الفقرة التي كتبها سمعته ولم أأباه خطأ لكلامي طالب يجلس مع زميتي في الباحة سمعته يقول لها وكنت أسير على مقاروبة وليس مقربة هذا الأستاذ يسير كالطاوث ولما لا أكون معتدا بنفسي خطأ لما لا أكون في السؤال لا نضع الألف ومما أخشى خطأ مما أخشى ألا يسمونني طلبتي خطأ ألا يسميني طلبتي سيد البحرين نعم وبالطبع لا أقصد تلك البلد خطأ ذلك البلد البلد مذكر بل هما بحري خطأ هما بحراء الشعر والنثر أبدأ محاضرتي دائما ببيت المتنبي أنام من الأجفنية طبعا هو يخطأ يظن نفسه قد صحح المتنبي ما شاء الله نعم أنا أغض الطرف خطأ أغض الطرف الطرف العين والطرف الجانب فليعلم القاسي والقاسي خطأ القاسي بالصادة أنني الخطيب المفوه والشاعر المفلق وليس المفلق ولا أحقد عليه يجب كسر غروره خطأ بليغ يجب كسر غروره لمصلحته بالطبع وأصبح لديك صاحبة يا ولد خطأ أصبح لديك صاحبة أصبح صاحبة لديك لديك خبر أصبح مقدم ما أقبح الغيبة الغيبة هي الغياب وهذه الغيبة وقرأت عليه البيت عينه خطأ البيت عينه توكيد وتحته تقطيع العروض خطأ العروض وبفتح العين وبجانب التقطيع كلمة مكسور لا كلمة مكسور في بيتي تفحصت البيت على الإنترنت ولم أجد نفسي كسرت ولا جبرت في المحاضرة تليت خطأ هي تلوت تلا يتلو تلوت وبصوت جهوري خطأ جهوري وبنبرة تحدي واضحة بدون الياء وبعد انتهاءها خطأ بعد انتهائها نكتب الهمزة على كرسي ليس أول من زعم خطأ ليس أول يعني ليس هو أول من زعم وكان طول السنة نعمة طالبه ليس الطالبة يعني أحد طلبتي انتقدني وقال وعددت واحد اثنان وقلت له أهاذاني جفنين خطأ أهاذاني جفناني عندما ألفت كتابا عن الشعر والنثر انتقدني بضع نقاد خطأ بضعة نقاد وبضع ناقدات ولكن تلميذي النجيب كتب مقالة رائعة ما شاء الله كتب هذا كتاب لم يخط المؤلف خطأ لم يخط المؤلف فيه كلمة واحدة إنه توليف متقن لنصوص شتى أنا أعكز بهذا التلميذ كل خطأ كل الاعتزاز فهذا الأستاذ تقول لي أنت تبالغ ليس هناك دكتور في اللغة العربية يرتكب كل تلك الأخطاء ها أنت لم ترهم مثل ما رأيتهم أنا هناك في الشرق الأوسط هناك عجيب كثيرا الحياة الأكاديمية المثقوبة عندنا تأتيك بمثل هذا الشرق الأوسط موطن المعجزات